أهلا بكم في فقرة كورونا وحياتنا تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة خضرا وجوديا مع ازدياد نسب التعثر بسبب تداعيات الإغلاق الذي فرضه فيروس كورونا وتراجع انفاق المستهلكين حتى بعد فتح الاقتصادات في المقابل تحاول الشركات الكبرى الاستحواذ على تلك المتعثرة ما قد يزيد من نسب الاحتكار ويؤثر سلبا على تنافسية الأسواق لا أموال الإنقاذ الحكومية قد تعوض الخسائر الضخمة التي تكبدها ولا تخفيف الإغلاق قد يطمئن المستهلكين لزيارته مجددا قد يبقى موسدا إلى الأبد وحتى مع تخفيف الإغلاق السماح بالجلوس هنا فقط ومنع الجلوس هنا يعني التراجع قدرة استيعاب هذا المقهى للزبائن لتنخفض أرباحه وتضاعه في أزمة سداد نفقات الإيجار والفواتير وكلفة التشغيل ورواتب الموظفين إحدى المخاطر الواضحة التي تواجهها اقتصادات العالم في أعباق فيروس كورونا تتمثل في إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما الشركات الكبرى تحوم كأسماك القرش بشراهة حول شركات ناجحة أوصلها كورونا إلى التعثر لتشتريها بأبخص الأثمان الخطر ينعكس على حياة الناس مباشرة إذ إن تركز الثروة بشكل أكبر يعني مزيدا من الاحتكار وتناقص الخيارات أمام المستهلكين لتصبح الاقتصادات في يد حفنة قليلة ممن يتحكمون بالسوق يدعو الباحثون إلى استباق هذه الأزمة يشيرون إلى خيار يمكن اعتماده عبر شراء الحكومات نسبة من أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة لتعيد إطلاقها من جديد الأمثلة التاريخية كثيرة من مؤسسة تمويل إعادة الإعمار خلال استجابة الولايات المتحدة للأزمة الاقتصادية في الثلاثينيات إلى تجارب مماثلة في أوروبا وآسيا كما أن الحكومات اشترت أسهما في شركات الطيران مثلا لإنقاذها من تداعيات كورونا ولا شيء وفق المحللين يمنعها من توسيع هذا الإجراء ليطول الشركات الصغيرة والمتوسطة كي لا تصب خطط الانتعاش لصالح النخبة فقط ينضم إلينا من بيروت كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس ناسيب جابرييل أهلا بك سيد ناسيب إذن في تراجع الآن في الاقتصادات الصغيرة والمتوسطة واستحواذ الشركات الكبيرة عليها بداية ما هي الانعكاسات نتيجة لهذا الاستحواذ سبب أولا هذا الاستحواذ أكيد وباء كورونا الذي له تداعيات على جميع أحجام الشركات كانت كبيرة أو متوسطة وصغيرة ولكن بالتحديد على الشركات الصغيرة والمتوسطة لسببين أساسيين أولا لأن موارد الشركات الصغيرة والمتوسطة محدودة مقارنة مع موارد الشركات الكبرى وثانيا لأن احتمال أو استطاع ولوج هذه الشركات إلى التمويل إلى مصادر التمويل أيضا محدودة مقارنة مع الشركات الكبرى ونرى أحد الأحصاءات في الولايات المتحدة مثلا أن 43% من الشركات الصغيرة والمتوسطة اضطرت أن تخفل أبوابها مؤقتا ولكنها اضطرت أن تخفض عدد موظفيها بمعدل 40% والأهم أنها لا تملك سوى 75% من هذه الشركات في الولايات المتحدة لا تملك سوى شهرين من الاحتياط النقدي للصمود في هذه الأجواء تماما هل توافق على أن هناك من يرى بأن الحكومات ليست لديها هذه الحماسة لتشجيع القطاعات والشركات الصغيرة والمتوسطة بقدر الشركات الكبيرة ولماذا هذا عدم الحماسة تجاهها؟ لا يمكن التعميم بهذا المجال أنا لا أعتقد أن هناك أفضلية لدى الحكومات خصوصا أننا اليوم في اقتصاد عالمي ما يزال يطغى عليه اقتصاد السوق وليس هو اقتصاد موجه إن كان في البلدان أو في المناطق أو على صعيد عالمي الاقتصاد الموجه طبعا هو الحكومات تختار الشركات التي يجب أن تبقى والشركات التي يجب أن تندمج أو يستحوزها شركات أكبر ولكن معظم اقتصادات العالم هي اقتصادات حرة وليست موجهة فضغوطات السوق هي التي ستقرر أنا برأيي شكرا لك كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس حدثتني من بيروت سيد ناسيب جابرييل شكرا شكرا لكم